نحن نتحدث عن دراسة جديدة وهذه الدراسة عم تتحدث أن الأشخاص اللي صوتهم مرتفع ممكن هذا الموضوع يأثر عليهم وعلى صحتهم يكونوا أكثر عرضة لإصابة بأمراض القلب طبعاً هاي الدراسة الحديثة توصلت للتقنية يمكنها معرفة مدى إمكانية تعرض الشخص نوبة قلبية بمجرد الاستماع إلى صوته ولقى باحثين في مايو كلانيك إلى أن الأشخاص اللي عندهم نبرت صوت عالية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب المرتبطة بإنسداد الشريين بأكثر من الضعف بالفعل شارك في الدراسة مئة شخص تقريباً وتمت إحالتهم لإجراء أشعة سينية لتقييم حالة الشريين التاجرية لديهم وكان على المشاركين تسجيل ثلاث مقاطع صوتي المدة تقريباً 30 ثانية باستخدام تطبيق الهاتف الذكي بوكاليز هيلث طبعاً أثرت النتائج أنه 30.6% فقط من أصحاب الصوت المنخفض احتاجوا لدخول المستشفى وبشكل عام كان الأشخاص أصحاب الصوت العالي أكثر عرضة بالنسبة 2.6 مرة للمعاناة من مشكلة مشاكل كبيرة مرتبطة بمرض الشريين التاجي تأكيداً النتائج بيّنت أن هؤلاء المرضى كانوا أكثر أيضاً عرضة بثلاث مرات لإظهار دليل على وجود مشكلات في الشريين في الاختبارات الطبية مقارنة بأولئك الذين لديهم أصوات منخفضة نعم تقطع ليلك ما عندك مشكلة بهذه الدراسة لا الحمد لله أنه صوتي آه يعني بيظلوا يقولوا لي حتى هون علي صوتك علي صوتك نحن نحكي أكثر عن هذه الدراسة مع دكتور فارس اسمادي طبيب البطني أكيد بنرحب في بي للسدوية يسعد صباحك دكتور أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً يعني اللي بيصيح كثير وصوته عالي الخاف على صحته بالضبط ما يتعلق بالقلب بالضبط يسعد صباحك تعليقك على هذه الدراسة دكتور صباح الخيال لكم لوسر أهلاً وسهلاً أول شيء يمكن معظم الدراسات في الوقت الحالي بتتجه للصحة الجسدية الصحة النفسية اللي بتأثر بالنهاية على الصحة الجسدية هاي الدراسة قاموا فيها بعد ما وجدوا أنه الناس اللي صوتها عالي بتتواجه مشاكل في عضلة القلب أو مشاكل قلبية وانسداد في الشرايين والجلطات نعم فوجدوا أنه فعلاً أنه الناس عملوا أداة استخدموا فيها نبرات الصوت والسمات تحت الصوت نعم عشان يحددوا الناس اللي بتعرضوا لقوا أنه الناس معينين عندهم نبرات صوت معينة في ضخامة معينة تؤدي لجلطات خلبية نعم الآن لو جينا نحكي عن إيش هي علو الصوت أو إيش سببه نعم فمنلاقي أنه هو ناتج عن ردة فعل زي علو الصوت العصبية التوتر ناس هذول هم الأكثر عرضة لأنهم بيكون صوتهم عالي نعم فمنلاقي أن هذول هم اللي بيكون عندهم هاي المشكلة نعم يعني هوني بس عشان نكون ونوضح اللي الناس اللي نبرتهم عالي هم خلال حديثهم العادي بتكون نبرتهم عالية أو الأشخاص اللي بيعصبوا كتير فبيصرخوا أكتر فبيرتفع صوتهم بشكل أعلى الدراسات كانت على الناس كلهم اللي نبرتهم نبرت الصوت عندهم عالية ولكن في الواقع وخلني حكي علمياً أكثر هي بتواجه الناس وحتى عملياً بتواجه الناس اللي بيكون صوتها عالي نتيجة العصبية والتوتر والقلق ودائماً الصوت العالي أصلاً بحد ذاته الأشخاص اللي بيأخذوا هاي السماء تلاقيهم دائماً عنده توتر عنده قلق عنده ردة فعل لإشي معين فبيعلي صوته عشان يقدر يوصل للرسالة أو ممكن يفرغ هاي الطاقات الموجودة عنده فلو جينا نحكي بس على مستوى علو الصوت أو العصبية ملاقي أنه هي ردة فعل أو استجابة للضغط على الضغطات في الجسم فتتفاوت من شخص لآخر وبيناناً على هذا الإشي بيصير عنده هذا الشخص هاي ردة الفعل اللي ممكن تعلي صوته بالنهاية نعم يعني هي مرتبط بأمراض القلب وأيضاً مرتبط من خلال حديثك بفهم بأصلاً ضعف جهاز المناعة نتيجة التوتر العصبية والضغط النفسي تؤدي بالنهاية والتوتر تؤدي لزيادة ضربات في الجسم تؤدي للضغط للسكر الدم لمشاكل في الجهاز الهضمي فهي تؤدي لكثير مشاكل فالنهاية ممكن تعمل جلطات وانسدات شراين ومشاكل في الأوعية دموية طب بالأمهات شو يعملوا؟ هلا الأمهات الشخص بشكل عام العصبي اللي صوته عالي شو يعمل هلا فيه كثير أساليب للسيطرة على الصوت العالي أو العصبية بشكل عام مثل ممارسة الرياضة اللي بتفرغ فيها الطاقات بشكل كثير كويس حال الالتزام في خلنحكي ما تتوقع دائماً المثالية من الشخص الآخر تفريغ الطاقات السلبية تقرب منك الناس الإيجابيين الالتزام بنظام حياة منظم الالتزام بغذاء صحي كل هاي الأشياء بتعادل عن المنبهات كل هاي الأشياء تؤدي بالنهاية للتحرر من العصبية أو الضغطات اللي احنا بنشوفها مش للصوت العالي كون التفريغ لا مش إذا انت توجهت للصوت العالي التفريغ بالنهاية راح تدخل في مراحل مش بس صوت عالي راح تدخل مراحل نفسية مرضية صحيح نعم ويمكن كثير في دراسات عم تتحدث عن هذا الموضوع وإحنا كل ما كنا منرفزين كل ما كنا مدائين هذا الاشي بنعكس على علينا كأشخاص على طبيعة حياتنا على تعاملنا مع الأشخاص اللي حولينا وإضلا بيأثر على المناعة نصيحة هيكة أخيرة منك دكتور بتحب توجهها لكل أشخاص يعني فعلا دراسات كلها حكينا في بداية اللقاء أنه كل الدراسات توجه للصحة النفسية لأنه لو وجدنا بعد مرور وقت كثير طويل أنه الصحة النفسية هي أساس يعني أكثر من 75% المرضى اللي براجعونا في المستشفيات يحتاجوا لعلاج نفسي قبل العلاج الجسدي فدائما ننتبه لصحتنا النفسية ونحاول نفرغ طاقتنا النوم، الراحة، التحرر من السلبيات القرب من الناس الإيجابيين هذا إشي كثير مهم ولازم نركز عليه فعلا لأن الصحة النفسية هي أساس الصحة الجسدية نعم شكرا إذن لو وجودك معنا دكتور فارس السمادي وحضرتك طبيب باطني أهلا وسهلا بحضرتك نعم